أكد قائد المنطقة العسكرية الأولى لواء الركن صالح محمد طيمس عدم جدية ميليشيا الحوثي في التعامل مع جهود تحقيق السلام وتنصلها من كل الاتفاقيات مع الحكومة والمنظمات الدولية وانتهانها للأجندة الخارجية في المنطقة جاء ذلك خلال لقائه المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيبنبي والمبعوث الخاصة السويدية للسلام والأمن والتنمية السيدة باريو سيفرديغ في مكتبه بالمنطقة العسكرية الأولى وقال اللواء طيمس إن استهداف ميليشيا الحوثي للمنطقة المدنية والموانئ والملاحة الدولية يعد عرقالة إضافية لجهود تحقيق السلام وشدد على أهمية الانتقال إلى آليات ضغط دولية أكثر فعالية لمواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن ومشروعها المهدد لأمن واستقرار المنطقة وأشهد اللواء طيمس بالجهود التي تفذلها قيادة المنطقة في مواجهة التهريب ومكافحة الإرهاب بالتنسيق مع سلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية في الوادي والصحراء وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وأحيى اللواء طيمس العلاقة الوطيدة مع كافة المكونات القبلية والمجتمعية في المحافظة وأشهد إلى احتضان وادي حضرموت لكل اليمنيين النازحين من مناطق النزاع في هذه المرحلة الصعبة من جهته أشهد المبعوث السويدي الخاص لليمن بيترسي من بيبي حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها مناطق وادي وصحراء حضرموت وجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب وأكد المبعوث السويدي خلال لقائه قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس حرص مملكة السويد عبر منظمة الأمم المتحدة والشركاء الوصول إلى حلول تنهي صراع الدائر باليمن وإحلال السلامة